القسم الاول هو الكرينيال نيرفس عندنا 12 بيرز أوف كرينيال نيرفس اول واحد فيهم الاسمه الالفاكتري ده كان بيور سينسوري نيرف النيرف الثاني الاسمه الاوبتك كان ايضا بيور سينسوري نيرفس ودولات هندرسهم بالتفصيل مع فرع نيورواناتومي النيرف الثالث اللي هو السرد كرينيال نيرف الاسمه الأوكيولوموتور ده ميكسيد نيرف كان جزء منه موتور والجزء الاخر كان براسيمساتيك النيرف الرابع اسمه تروكليار نيرف ده كان بيور موتور أما الخامس الواتراجي من النيرف ده كان ميكسيد جزء منه موتور والجزء الآخر كان سينسري وأخيرا النيرف السادس اللي اسمه الأبديوسين ده بيور موتور الأربعة كرينية النيرفز ديت كانت ديستريبيوت التلاتة منهم اللي هم تلاتة واربعة وستة لإكسترا أكيلر مصلز أوف زي أوربيت أما الخامس فكانت وزع جزء منه اللي هو والأفسال ميك كان راح سينسري للأفسال 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 للأوربيت والجزء الثاني اللي هو المكزلري كان سينسوري لمنطقة المحيطة والمكزلة الجزء الثالث اللي هو المنديبلر وده كان ميكسيد نيرف جزء منه سينسري وجزء منه نوتور وكان بيغزي منطقة الانفرا تيمبرار ريجون النيرف السابع اللي اسمه الفيشي نيرف ده ميكسيد نيرف ده جزء منه موتور وجزء منه سينسوري وجزء منه باراسمبساتيك الثامن اللي هو الأودتري نيرف اللي هو اسم آخر فيستيبيلو كوكليار والله اسم ثالث اسمه ستيتو أكوستيك وده أيضا بيور سنسوري نيرف أما النيرف التاسع فاسمه جلوسوفرينجل نيرف بالضبط زيه زي السابع جزء منه كان هو ميكسل نيرف جزء منه موتور وجزء آخر سنسوري والجزء الثالث كان باراسمبساتيك النيرف رقم عشر اللي هو الفيجاس نيرف الفيجاس نيرف جزء منه موتور وجزء منه سنسوري وجزء منه باراسمبساتيك زي وزي التاسع والسابع النيرف الرقم عشر هو الأكسسوري نيرف ده بيور موتور نيرف أما النيرف الأخير اللي هو رقم اتناشر اللي هو بجلوس النيرف هو بقى